مجوز الأخبار من قناة الغد المشرق أهلا بكم أعلن التحالف العربي تنفيذ 35 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في مأرب وأضاف التحالف أن هذه العمليات دمرت 21 آلية عسكرية وأوقعت خسائر بشرية للميليشيات الحوثية بأكثر من 200 عنصر كما أكد التحالف العربي أنه نفذ ثلاث عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين أسفرت عن تدمير آليتين عسكريتين للميليشيات وأوقعت 15 قتيلا في صفوفها أدت موجة البرد القارس التي تضرب البلاد إلى وفاة ثلاثة أطفال في أحد مخيمات النازحين بمحافظة مأرب وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في المحافظة أن ثلاثة أطفال توفوا جراء البرد القارس في مخيم النقيعاء للنازحين وأكدت وحدة النازحين في بيان صادر عنها أن المخيمة مثل غيره من مخيمات النازحين بالمحافظة يفتقر إلى أبسط الخدمات الصحية والأساسية أقيم في مديرية يباث مهرجان خطبي وحجد شعبي واسع لأبناء المديريات الغربية لحضر موت بحضور هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي المهرجان أكد على حق أبناء حضر موت في انتزاع حقوقهم المشروع والتنديد بسياسة التجوية والنهب لثروات حضر موت مطالبين بإعادة نشر قوات النخبة في كافة مديريات المحافظة وعبروا كذلك عن شكرهم وتمسكهم بقوات لواء برشد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك تفاهم الحكومة للمطالب المشروعة لهيئة التدريس والكوادر الإدارية الجامعية واشدد رئيس الوزراء لدى لقائه رئاسة جامعة عدن على أهمية انتظام العملية التعليمية وعدم الإضرار بمصالح الطلاب وأن أي مطالبات سيتم معالجتها والتعامل معها وفق الأطر القانونية لافتا إلى ضرورة الاهتمام بجودة التعليم ومعير الاعتماد الأكاديمي وتطوير مناهج التدريس في الجامعات باعتبارها مخزن الكفاءات للدولة عادت حركة الملاحة الجوية في مطار عدن الدولي بعد أن توقفت الليلة الماضية لمشكلات فنية طارئة أصابت منظمة كهرباء مدارج المطار وقال عبد الرقيب العمري مدير عام مطار عدن الدولي لرويترز إن منظمة إضاءة مدارج المطار أصلحت بعد أن تعرضت لخلل فني أخرجها عن الخدمة لمدة 24 ساعة وحال ذلك دون وصول رحلات جوية قادمة من القاهرة ومومبي وعمان والتي حولت مسارها إلى جيوبوتي نهاية الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة